حضرتك وانت النهاردة كان فيه يعني ليك محاضرة جميلة جدا عن التغيرات المناخية شايف ان احنا في احتياج لهذه التقنية واستخدامها في هذه المرحلة انا كتبها في المحاضرة بتاعتي ان من ضمن تأثير تغيرات المناخية لما درجة الحرارة بس بترتفع واحد درجة مقوية على مستوى الكرة الارضية ده بيزود كل حاجة لاستهلاك الماء لأي محصول هيزيد الضعف او مرة ونص ليل ان هنا فيه بخر نتح النبات ده كائن حي زي ما انت حضرتك بتيجي في فترة الصيف تلاقي جسمك بيحصل فيه عرق وخروج العرق من الجسم لتلطيف درجة حرارة الجلد النبات برضو بيعمل النتح عملية فيسيولوجية بيحافظ بها على درجة الحرارة الجو المحيط بالنبات واستهلاكه برضو في بناء مادته النباتية الخضرة والبخر من سطح الطرق مصطلح بنسميه البخر النتح او الإفابوترانسباليشن كل ما تزيد درجة الحرارة او سرعة الرياح او الضغط الجوي او العامل المناخية المؤثرة على نمو النبات بيزيد استهلاك الماء اللازم لموسم النمو او الاحتياج الماء فاحنا طبعا بدل عندي وسيلة تداشغلي المية التي لها محتوى ملوحي مرتفع تاني حاجة هتقلل لكمية الاحتياج المائي يبقى ديه بتساعدني في حل هذه المشكلة واحنا النهاردة بصدد استخدام الريسايكل اعادة استخدام سواء مية صرف صحي طبعا القيادة السياسية ومصر شهدت نهضة المية حديثة في هذه الفترة عن طريق محطة بحر البقر اللي بتنتج حوالي خمسة مليار متر مكعب سنويا ما بين ماء الصرف زراعي وماء الصرف صحي معالجة وبتدخل الى ترية السلام لسينة يعني احنا كنا بنتكلم على ازمة شديدة في المياه وما زلنا نتحدث بهذا الملف وشفنا ان القيادة السياسية النهاردة بتقول استخدام كل انواع المياه لان العالم يشهد في هذه المرحلة تغيرات مناخية تأثيرها السلبي شديد جدا على النهار جفت في اوروبا جفت في بريطانيا حتى في المنطقة العربية النهار العراق الفرات ودجلة النهار في منطقة اوروبا كمان في اوروبا اللي هي مناطق ممطرة فيها جفاف النهاردة وصور حية بتؤكد هذا الكلام فاحنا النهاردة في جمهورية مصر العربية التي تقع في المناخ الجاف وشبه الجاف ومعدل سقوط الامطار عندنا لا يصل الى 250 مليمتر في السنة اولى بينا ان احنا ندور على كل المصادر المائية ونعيد استخدامها مرة واثنين علشان نقدر نوفي الاحتياج المائي القطاع الزراعي استهلك في اي دولة نمية 85% من الموارد المائية لهذه الدولة